خليل عباسي اللي اختار اليوم يحكي لنا على الانقلابات لك الكلمة خليل فعلا ابتسام لانه منذ ايام انطلقت حملة جديدة وحملة كبيرة لاحظناها توانش الكل على شبكات التواصل الاجتماعي لحقيقة الفيسبوك الانستغرام ما يسمى موجودة برسا دونك الحملة هذي انطلقت تقريبا من نفس الجهات معناها نفس الصفحات نفس المجموعات الفيسبوكية الممولة ونفس شركات الانتاج اللي يتمول فيها ونفس المدونين اللي يختموا عليها تقريبا صباحا مساء في امتداد اللي نعرفه الكل ما يسمى بالذباب الازق ولكن جديد هو في عنوان الحملات هذية حملات هذية مش جديدة ولكن عنوانها المرة هذي في الفترة هذية في الايام هذية كان جديد لانه الحملات هذية بدأت تتسوق الى سواديزون عملية انقلاب جارية ضد رئيس الجمهوري يعني ندخل على الفيسبوك على الصفحات هذي اللي هي صفحات سبونسوريزي نلقاوا عنوين كما قيسة صعيد محاصر في منزله في المنيهلة قيسة صعيد تنقلت له فرقة عسكرية قيسة صعيد الآن في الايقامة الجبرية تائرات تحوم فوق قصر فوق القصر الرئيسي فيديو فاضح لهيفا وهبي هذي باش يطلعوا له دماغ دماغ موجودة هذي الناس هذي وجزء كبير منهم موجود خارج أرض الوطن سرعوا في وطيرة الحملات هذية المدة هذي أما السؤال اللي تسأل عليش عليش تبدلوا الخط التحريلي للمدة هذي أولاً الناس هذي قاعدة تستغل اليوم في الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها البلاد واللي تمر بها أزمة اقتصادية خانقة لاحظوها التوينس الكل وبالنسبة لهم هذي فرصة باش ينجموا يسوقوا إلى عملية تغيير بالشكل هذي يقولك أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى انفجار استماعي ثم حالة احتقان استماعي قد يؤدي إلى خروز الناس للسارع إلى آخره فنبدأوا نخدموا وهذي معناها التقنيات اتصالية يتم درستها راه معناها تتحطلها استراتيجيات نبدأوا نخدموا عليه يعني نحطوا في أذهان التوينسة النوبون معناها التونك الوضعية اقتصادين خايبك ستغادونك إمكانية التغيير معناها بالطريقة هذه يعني انقلاب عسكري لآخره واردة ثم اثنين هو باش ينجموا يخوفوا رأس المال التونسي والأجنبي في نفس الوقت من الاستثمار في تونس أو القدوم من الاستثمار في تونس لأنه الرجال اللي عمال بتباعة الحال ونستحذرك الجملة السهيرة متاع حمادي الجبالي رأس المال إيجابين هما يتبعوا الأخبار يشوفوا الشفمة وشمفمة فبالنسبة لهم دعوات وأخبار كم ناكلي أخبار زائفة بتباعة الحال قد معناها بتجلك بالنسبة لي واحد يحب يجي يستثمر يحط برشا فلوس في تونس ثم المسألة الثالثة والأخطر هي وكأننا يجاء عملية تهيئة للرأي العام تهيئة هذه عنوانها اكذب اكذب إلى أن يصدقك الجميع يعني تهيئة الرأي العام على أنه ثم إمكانية بتاع انقلاب وأنه الأجواء مشحونة والحالة مهيش عادية والدليل على ذلك أنك تسمع الكلام هذائي والانقلاب وسنوري ساير وزعم قايص صعيد لابس عليه ولما وصل لابس عليه كستيقاء تسمحها في كي تطلع مع التاكسي تسمحها في القهوة إلى آخره المفارقة الكبرى في هذائي الكل أنه الناس هذه تدعي أنها تعارض الانقلاب حتى أنه الحملات هذه تسمى حملات ضد ضد الانقلاب ضد الانقلاب المزعوب ولكن في نفس الوقت هي قاعدة تدعو إلى الانقلاب يعني تحب تعتبر اللي صار هذائي مهوش معقول لأنه انقلاب ولكن هي في نفس الوقت قاعدة تروز لفكرة وتخدم على فكرة الانقلاب الناس هذه ضد تدخل الجيش في السياسة ولكن في نفس الوقت ومن نساها هاجموا الجيش التونسي واعتبروه وكأنه متآمر على الصعب التونسي في 25 جوليا واعتبروه متدخلا في عملية الانقلاب وشاركة في عملية الانقلاب ولكن في نفس الوقت وكأنه هناك عملية تحريض للجيش بس يعمل انقلاب الناس هذه تحب ترزع الديمقراطي ولكن في نفس الوقت يحبوا يعملوا انقلاب عسكري يعني معناه يفاهمين برصة هذوم يحبوا ديمقراطية واللي يحبوا معناه نظام عسكري واتروحات المجموعات هذه اللي ذدت للانقلاب قائمة قائمة اليوم على الدعوة للانقلاب وهذه السكيزوفرينيا السياسية مستفحلة حقيقة الجيش التونسي جيش وطني الجيش الشعب التونسي الجيش التونسي ما يعملس الانقلابات وعمره لعمل الانقلابات هو يحمي الوطن هو يحمي سعب الله يحمي تونس ولا يحمي سعب تونس ماذا يتمنيوه